كل مرئ مكسب رهين فلنأتي الآن إلى ما هي الأعمال التي تثقل الميزان وردت أدلة فمن ذلك شهادة التوحيد ومر معنا حديث البطاقة طاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقلوا مع اسم الله شيء هذا اللي يأتي لا إله إلا الله صحيحة لا معبود بحق إلا الله ما عنده شركيات أبدا توحيد حقيقي إخلاص لله سبحانه وتعالى ثانيا من الأعمال التي تثق الميزان ثانيا حسن الخلق فجاء في الحديث الصحيح ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وهذا دافع لأي مسلم بأن يحسن خلقه يحسن معاملته يحسن كلامه أسلوبه مع الناس من زوجة من أولاد من خدم من شركاء من أقارب من جيران من إخوانه في الله من معارفه بالكلام الطيب لين القول التواضع عفة اللسان خفض الجناح سماحة الأخلاق في البيع والشراء تنازل أن يفسح في المجلس تحمل الأذى يعفو يصفح طيب ثالثا ثالثا تسبيح الله وتحميده قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده رواب بخاري ومسلم طبعا سبحان الله العظيم هذا تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق به من زوجة ولد ونوم وجهل وعجز وتعب وعياء سبحان الله وبحمده أسبحه حامدا له فإذن تنزيه عن النقائص وحمد على الكمالات فجمعت هذه الكلمة التخلية والتحلية نفي كل عيب ونقص وإثبات كل كمال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طبعا الكلمتان سهلتان قال خفيفتان على اللسان لكن حبيبتان إلى الرحمن يحبهم الله ثقيلتان في الميزان في ثوابهما وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعواهم فيها سبحانك اللهم وبتحيتهم فيها مسلام وآخر دعوا من الحمد لله رب العالمين طيب إذا صار عندنا أولا لا إله إلا الله ثانيا حسن الخلق ثالثا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رابعا الحمد لله قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان رواه مسلم إذن الحمد هذا شيء عظيم يملأ ميزان العبد يوم القيامة الحمدون منقبتهم كبيرة والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولما تقول الحمد لله هذه لا من الاختصاص والاستحقاق فهو يستحق عز وجل وله المحامد كلها وله صفات الكمال جميعا فلذاك يستحق الحمد وأفعال دائرة بين الفضل والعدل ويحمد على جميع الوجوه الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات إذا رأى ما يحب والحمد لله على كل حال إذا رأى ما يكره فالحمد لله تملأ الميزان الحمد لله بعد الطعام والشراب عند لبس الثوب يعني يقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم ذنبه الحمد عند الرفع من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد عند الفراغ من الصلاة في الأذكار بعد الصلاة الحمد لله ثلاثا وثلاثين عند النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي وأذين لي بذكره عند العطاس الحمد لله على كل حال الحمد لله طيب هل هي ذكرنا أربعة لا إله إلا الله حسن الخلق سبحان الله يبي حمد سبحان الله العظيم والحمد لله خمسة الصبر على وفاة الولد الصالح واحتسابه عند الله الدليل قال عليه الصلاة والسلام بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه رواه الإمام أحمد حديث صحيح الولد الصالح يحتسبه يموت في حياة والديه فيصبران ويرجوان الأجر من الله في الصبر على المصيبة وبشر الصابرين صدق بن عمر المازني رحمه الله جاء الطاعون طاعون في يوم واحد مات له سبعة أبناء فقال اللهم إني مسلم مسلم إني مسلم مسلم هذا إذن في الميزان ثقيل من الأعمال التي تثقل الميزان رصد الخيل في سبيل الله فجاء في الحديث من احتبسه يعني أعد وهي أجهز وأوقف فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه يعني من الماء وروثه فضلاته وبوله في ميزانه ومن قيامة رواء البخاري فإذن الوقف وحبس الأشياء في سبيل الله أجر عظيم في الميزان سبعة اتباع الجنائز والصلاة عليها اتباع الجنائز والصلاة عليها قال عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطا ومن تبع حتى يصلى عليها يعني فقط فله قيراط والذي نفس محمد بيده لهو يعني القيراط أثقل في ميزانه من أحد يعني من جذل أحد رواه أحمد وابن ماجه يعني ابن عمر ما كان عنده علم بهذا الحديث فأرسل غلامه يعني أرسل رسولا من عنده يستفسر من أبي هريرة فأكد له هذا الحديث فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريطة كثيرة مع أنه أصلا رضي الله عنه كان يتبع الجنائز صلي عليها إلى المقبرة ولكن تواضعا إذن اتباع الجنائز الصلاة على الجنازة واتباعها إلى أن تدفن طيب ثامنا دعاء العبد رب أن يثقل ميزانه جاء في الحديث عند النوم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى طيب أخسئ شيطاني أبعده وأطرده وفك رهاني خلص رقبتي من كل حق علي واجعلني في الندي الأعلى الملأة الأعلى من الملائكة بس الشاهد بالحديث ما هو ثقل ميزاني تسعة قال عليه الصلاة والسلام خصلتاني لا يحافظ عليهم عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دور كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان ليش لأنه قال عشرا 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 بعد كل صلاة طبعا 33 أفضل لكن لو قال فقط عشرة واحد مستعجل لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو عشرة 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 ليش بعد كل صلاة عشرة كم صاروا ثلاثين سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله أكبر عشرا ثلاثين كم صلاة في اليوم الفرائض خمسة ثلاثين في خمسة مئة وخمسين قال عليه الصلاة والسلام يسبح في دور كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان قال في الحديث ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعة ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان يعني هي قبل النوم يقول مرة أربع وثلاثين تكبيرة وثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تسبيحة المجموع مية قال فذلك مئة باللسان وألف في الميزان رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبالماجه ورد آثار عن بعض الصحابة في هذا الموضوع ومنها اتباع الحق وملازمة والصبر عليه لما حضرت أبا بكر الوفات أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني موصيك بوصية فذكر فيها وإنما خفت موازين من خفت موازين يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفة ثم قال شوف هذه وصية الصديق لعمر وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه يوم القيامة إلا الحق أن يكون ثقيلا لذلك يا إخواني لما نتبع الحق في العقيدة الصحيحة لما نتبع الحق في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام لما نتبع الحق في السنة نترك البدع هذا في الميزان شأنه عظيم ومنها تعليم ومنها تعليم الناس الخير والعلم كما قال حمد بن أبي سليمان رحمه الله يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محتقرا فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فيقال هذا ما كنت تعلم الناس من الخير فورث بعدك فأجرت فيه فلا فلا تترك تعليم الناس الخير ولد زوجة جار جار علم من استطعت هذه بعض الأعمال التي تثقل الميزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله